إذا للحديث عن انتهاكات وجراء ميليشيا الحجد في العراق والتسريبات الأخيرة حول ميليشيا لواء أئمة البقيع ينضم إلينا في الستوديو الباحث في شأن العراقي شاهو القرداغي وستاشاهو مرحبا بكم بداية ماذا تعني هذه التسريبات التي وردت حول ميليشيا أئمة البقيع من هي هذه الميليشيات لمن تتبع أيضا تحياتي لكم بداية للمشاهدين الكرام حقيقة هذه التسريبات في هذا الوقت يؤكد حقيقة أنه ليس فقط ميليشيات الرئيسية المعروفة التي يتداول اسمها لدى الناس مثل كتائب حزب الله المجباء كتائب سيد الشهداء ليس فقط هذه الميليشيات موجودة بل هناك العشرات من الميليشيات الفرعية تمارس الإرهاب والفساد وأخذ الأتاوات في المناطق المتعددة التي يسمونها مناطق محررة ولكن تم تدميرها عن طريق هذه الممارسة طبعا هذه الميليشيا ميليشيا لواء أئمة البقيع جاءت لتستخدم اسم تحاول الترويج له إيدولوجيا بالتزامن مع سيطرة تنظيم داعش على المناطق العراقية خرجت مثل أكثر من 20 ميليشيا خرجوا وقتها بحجة الدفاع عن هذه المناطق وطرد الإرهاب منها منذ بداية تشكيل هذه الميليشيات ادعت أنها جزء من وزارة الدفاع العراقية يعني جزء من المنظومة الأمنية العراقية إلا أنها ليست لديها أي شيء رسمي وواضح حتى القيادات التي تدير هذه الميليشيات غير يعني ليست لديها أي تدرج عسكري واضح ومنظم وبالتالي هي جزء من هذه الميليشيات التي تم تغطيتها باغطاء الفتوى منذ 2014 وتمارس الإرهاب والعنف والشخصيات الرئيسية لهذه الميليشيات بالنظر إلى التسريبات وأيضا بالنظر إلى ممارساتها في هذه المنطقة يعني المناطق التي في ديالة المهمة والمناطق التي لديها تماس حدود مع إيران أيضا وباعتبار أن إيران تركز على هذه المناطق وبالنظر إلى تسريبات المالكي يبدو أنها شخصيات قريبة أكثر من الرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وخاصة أنه كان يعني هو يحاول أو يعمل على توفير تمويل لهم لأنه يبدو أن عملهم في الأتاوات خلت أو لم يحصلوا على الأموال الكافية لنشاطاتهم وبالتالي هو تعهد بتمويلهم أكثر يعني رئيس الوزراء الأسبق هو المتهم الرئيسي بتنويل ودعم هذه الميليشيات هذه الميليشيات التي تخرج تباعا هل هي خرجت بضوء أخضر إيراني بضوء أخضر من قبل حكومة مصطفى الكاظمي أو الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الاحتلال طبعا البيئة التي ينتشر فيها الفوضى من الطبيعي أن يتكاثر فيه الميليشيات يعني دائما الذباب يجتمع عند المستنقعات وهذه الميليشيات وهذه الجماعات المسلحة وفواعل لا دولة تعشق بيئة الفوضى يعني عندما يحدث فراغ أمني يكثر هذه الميليشيات والفصائل المسلحة هذه المناطق من المفترض أن يتم توفير الحماية لها من قبل الأجهزة الأمنية العسكرية للدولة لأن الدولة تتحمل مسؤولية حماية كل شبر من الأراضي العراقية ولكن عندما يدخل فساد داخل المنظومة العسكرية ويكون هناك محسوبية داخل المؤسسات الأمنية وبالتالي يستفيد الخارج من دعم هذه الفوائل فوائل لا دولة حتى يتم التعامل معهم أو التحكم بهم بسهولة ويتم استخدامهم كأدوات لفرض نفوذها على هذه المناطق يعني طبعا هناك عوامل كثيرة كأسباب لظهور هذه الميليشيات أولا الدعم الإيراني لهذه الميليشيات توفير الغطاء الأيدولوجي لها يعتبار حتى التسمية تسمية اللواء أيمة البقاء وكأنها تحمل مشروع أيدولوجي تستهدف المملكة العربية السعودية أيضا انطلاقها من العراق وأيضا كان لديها نشاطات تحاول أن تعمل نشاطات داخل سوريا هذه الميليشيات يعني نشاطات عابرة للحدود الحكومات العراقية طبعا الحكومة السابقة كانت تحت سيطرة الميليشيات بزعامة عادل عبد المهدي هذه الحكومة الحالية تعهدت وحاولت وعملت أنها ستقضي على الميليشيات ولكن للعلم هذه الميليشيات لواء أيمة البقاء منذ 2019 هناك شكاوة هناك مشاكل داخل المناطق التي تسيطر عليها هناك شكاوة من رجال الأعمال بأنها تفرض الأتاوات تقتل وتدمر والحكومة إلى الآن لم تقم بشيء تم اعتقال قائدها في 2019 وبعدها تحت ضغوطات وقطع الطرق تم أطلاق صراحي يعني الدولة يخضع إلى اللا دولة هذه المعادلة المنحرفة التي حصلت في العراق ساشاهو التسريبات تحدثت كما تعرف عن استغلال مختلين عقليا في موضوع التفجيرات إن صحت هذه التسريبات طبعا أين هي القوات الأمنية؟ أين الاستخبارات من كشف حيثيات تفجيرات وقعت بالفعل ومسؤولة عنها الميليشيات؟ أم أن التغطي عليها كان مقصودا من قبل الحكومات المتعاقبة؟ طبعا هذا الأمر يفتح ملفا شائكا كبيرا لأنه دائما أثناء الأزمات أثناء المشاكل السياسية يحدث الانفجارات ويتم اتهام تنظيم داعش أو تنظيمات أخرى بأنهم يستهدفون المكون يستهدفون العراق يبدو أن أكثرية هذه التفجيرات هي الرسائل السياسية بين هذه الأطراف أو هي محاولات طبعا محاولات رئيسية لهذه الميليشيات حتى تحافظ على نفسها لأن مبرر وجودها داعش وبالتالي هي تستفيد من هذا العدو حتى لو لا يوجد هي تقوم بخلق جو من الفوضاء تقوم بعمليات تفجيرية حتى هذه الكارثة في التسريب من شخص مختل عقليا هذا لا يأتي على بال أي أحد ويمكن على مستوى العالم يكون شيئا فريدا عند هذه الميليشيات يعني تمارس أقدر الوسائل حتى تحافظ على تواجدها في هذه المناطق الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وبالأخص أنا أذكر القضاء يعني القضاء العراقي أين من هذه التسريبات منذ التسريب الأول لنوري المالكي عندما يهدد مختدى الصدر بالقتل أو قد سيهاجم عليه وعندما يعترف بدعم هذه الميليشيات ويقول أنا لا أؤمن بأجهزة الدولة ما دام أجهزة الدولة والقضاء لم يتحركوا على التسريب الأول والذي كان الأخطر فلن يتحركوا على هذا التسريب أيضا لأن الأجهزة الأمنية مكبلة والقضاء أيضا مكبل واللا دولة أو سلطة الميليشيات هي الأقوى وهي تفرض شروطها وبالتالي هي تقف عاجزة عمام نشاط الميليشيات وهذه التسريبات طبعا منذ التسريب الأول رأينا أنها حقيقية وأن الكثير من الأطراف ترفت بأنها تسجيلات حقيقية لا غبار عليه ولكن أستاشاه هذه الميليشيات تقوم بقصف مواقع للجيش الحكومي عن عمد كما كشفت هذه التسريبات ما الغاية من قصف مواقع للجيش الحكومي ألا يعد ذلك استهانة بهذه المؤسسة التي من المفترض أنها تحمي البلاد طبعا الغرض الرئيسي للميليشيات من خلال قصف الجيش العراقي هو حتى يقولوا أن الجيش العراقي عاجز عن حماية هذه المناطق والعاجز عن حماية نفسه وبالتالي من المفترض أن يكونوا هم محل الجيش في محاولة لطرد الجيش ولكن السؤال الرئيسي أليس من المفترض أن يكون الجيش أقوى من هذه الميليشيات وبالتالي على الأقل يقوموا بالرد على الميليشيات مصدر الإطلاق النار وللأسف دائما ماذا يحصل هذه الميليشيات تقوم بهذه التصرفات يأتي الجيش والقوات الأمنية يداهموا مناطق مدنية يقوموا باعتقال مدنيين أو أبرياء ليسوا متورطين في هذه الجرائم وبالتالي بسبب عدم جرأتهم على مواجهة هذه الميليشيات وهذه الفصائل المسلحة يتم اعتقال أو يتم فرض العقوبات على شخصيات بريئة أو على مناطق لم تتورد في هذه العمليات وبالتالي يحكم المظلوم والظالم هل هذه الميليشيات تهدد النسيج المجتمعي للعراق أستاذ شاهو طبعا من خلال الممارسات التي تقوم بها هذه الميليشيات هي تنسف كل الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب ويعادة السلم المجتمعي لأنه ليس من المفترض أن تكون هذه الميليشيات داخل هذه المناطق يجب أن يكون هناك عدالة انتقالية يجب أن يكون هناك هذه المناطق يتم التعامل معها بتعامل خاص إلى الآن هي لا تسمح بعودة الكثير من العوائل هذه الممارسات طبعا سوف تؤسس لحقد وانتقام ويعني عمليات انتقامية مستقبلا هي لا تؤسس للتعايش الذي يعني يتأمل العراقيون أن يرونه على أرض الواقع على الأكس من ذلك هذه التصرفات سوف يؤدي إلى انفجار الأوضاع لأن عوائل هذه عوائل ضحايا عوائل المختلين العقليين نحن ندري كم فعلوا من هذه الجرائم سوف يفكرون بأخذ حقهم عندما يرون أن الدولة عاجزة عن أخذ حقهم وممارسة فرض القانون على هذه المناطق يعني تبعية هذه الميليشيات إلى نور المالكي يعني ألا تشكل فضيحة سياسية من العيار الثقيل لا سيما أنها تهدد بشكل مباشر وجود الدولة في العراق طبعا من خلال النظر إلى تاريخ نور المالكي منذ 2005 إلى 2009 مرورا بجلبه لتنظيم داعش الإرهابي وإدخال البلاد في دوامة من العنف والفوضى نرى أن ممارسات هذا الرجل دائما كان يصف في تقويض الدولة وضرب الدولة وضرب مؤسسات الدولة الآن هو يطمح بالعودة مجددا إلى الساحة السياسية ماذا يريد أن يقوم؟ يريد أن يقوم باستغلال هذه الميليشيات ودعمها وتأسيس تشكيلات جديدة ميليشياوية حتى يقوم عن طريق ذلك بالعودة إلى المشهد السياسي من جديد يعني هو يرى أن الأطراف السياسية أغلبها لديها أذرع مسلحة هو من حقه أيضا أن يكون له أذرع مسلحة مثل باقي القيادات هادي العامري قيس الخزعلي باقي القيادات الأخرى وبالتالي انطلاقا من هذه الرؤية رؤية تقويض الدولة إضعاف الدولة يقوم بدعم هذه الميليشيات والفصائل المسلحة ساشاهو بالتوازي طبعا مع هذه التسريبات يعني هناك تقارير حكومية وحقوقية أكدت وفاة الشيخ إقبال دوحان متأثرا بقيام الميليشيات بتعذيبه هذه الجريمة إلى أي مدى تشير إلى أن سلوك وفكر الميليشيات هو واحد ولن يتغير على مر الوقت والزمن طبعا التعامل الوحشي مع الشيخ إقبال وهو أكاديمي والشيخ عشيرة والشخص معروف ولديه تاريخ يؤكد أن الفصائل المسلحة والميليشيات هي تتعامل بعقلية أمنية لا تستطيع أن تقوم بفرض القانون أو باحترام القانون أو بإعطاء المجال لباقي الأجهزة الأمنية بأن تقوم بلعب دورها وخاصة في المجال الأمني هذا الشخص تم تلفيق الانتهامات له وتعذيبه بهذه الصورة من قبل أمن الحشر دون أن يكون لديهم الحق في القيام بذلك هذا يؤسس لواقع جديد مستقبل جديد سوف يكون للحشد الشعبي حق في ملاحقة أي شخص بحجة البعث وبحجة الجماعات المنحرفة يعني يؤسس إذا مر هذا الأمر مر هذا الحدث مرور الكرام ولم يكون هناك أي تدخل جدي من قبل الدولة فإنه مستقبلا سيتم استهداف أي شخص أي مؤسسة حتى لو كان شيخ عشيرة وكبير بالعمر ومريض وجليس السرير يعني كيف لشخص بهذه المواصفات أن يدمر زيارة الأربعينية التي يقوم بتأمينها ثلاثمائة ألف عنصر أمني يعني ثلاثمائة عنصر أمني مع شيخ سرير جالس في بيته لم يرى الخارج أكثر من سنة وهو يعاني من كثير من الأمراض كيف يستطيع أن يعكر هذه الزيارة التي يقوم بتأمينها ما يقارب نصف مليون عنصر أمني يعني هذه الاتهامات لا تنطلق على المتابع ولا تنطلق على المراقبين وبالتالي يؤكد النهج القمعي لهذه الميليشيات ومحاولتهم إعادة بناء سمعتهم مجددا بعدما انكسر هذه السمعة نحن أمام هذه الانتهاكات التي تصدر من قبل الميليشيات ولكن ما الذي أنجزته هذه الميليشيات بالنسبة لإيران هل كان وجودها أساسيا في مشروعها بالعراق منذ عام 2003 هل رتبت إيران لوجود الميليشيات داخل العراق؟ طبعا وجوده الميليشيات وجود جوهري بالنسبة للمشروع الإيراني البعيد المدى يعني المشروع الإيراني لا يفكر فقط في الوقت الحالي بل يفكر في المستقبل هو يفكر بتأسيس لميليشيات عقائدية أيدولوجية عابرة للحدود لا تلتزم بالحدود العراقية ورأينا أنها أعطت إشارات واضحة خلال زيارة الأربعين بأن الزيارة ملك لها وأيضا هذه الميليشيات هم ملك لولاية الفقه وبتالي يسيرون أو يطبقون ما يريده الجانب الإيراني الجانب الإيراني يستفيد كثيرا من هذه الميليشيات أولا لأنها تستطيع أن تستخدمهم ضد الدولة متى ما الدولة فكرت باتخاذ سياسات معارضة أو مضادة للسياسات الإيرانية هي تستخدم هذه الميليشيات هي تستخدمها كتهديد لدول الجوار رأينا أن حتى كان هجوم انطلق من الأراضي العراقية استهدف المملكة العربية السعودية وأيضا تهجدات الإمارات أيضا في ظل وجود هذه الميليشيات هي تضمن الحصول على جميع المصالح والاستثمارات داخل العراق وأيضا احتكار السوق العراقية لصالحها وعدم الخروج العراق عن سيطرة النفوذ الإيراني سواء اقتصاديا أمنيا سياسيا خاصة الاقتصادية أستاذ شاهو كما تعرفون أن إيران تمر بعقوبات اقتصادية يعني مؤثرة جدا على الداخل الإيراني طبعا يعني هذه العقوبات ما هو الرئى المتنفسة للجانب الإيراني هو العراق يعني يستفيد من هذا وأيضا الأطراف التي يقوم الحجد الشعبي بدعمها داخل البرلمان لن يذهب إلى تشريعات أو سياغة تشريعات تكون في صالح العراق مثلا لإعادة إنتاج المنتجات داخل العراق أو إعادة تفعيل المصانع أو إلى ذلك هذه القرارات لدينا تتفعلها ما دام هذا السلاح موجود ما دام هناك ابتزاز للمسؤولين والتجار وأخذ الأتاوات وبالتالي يبقى الاقتصاد العراقي تحت السيطرة الإيرانية الدعم الإيراني لهذه الميليشيات هل جعلها ذات نفوذ مهيم على كل مفاصل ومؤسسات الدولة أستاذ شاهو بالنظر إلى كيفية تعامل الدولة مع هذه الفصائل المسلحة نرى أنها لديها نفوذ وقوة وسطوة يعني على الأقل نرأينا أن قاسم مصلح عندما تم اعتقاله بتهم واضحة وكان حينها تتقل بمادة أربع إرهاب نرأينا أنه بعد فترة تم تبرئته وخرج من السجن ولم يتم حاسبته يعني الشخص يتهمه بأربع إرهاب ويخرج وهو الآن يمارس مهامه أيضا دون أي مشاكل في الأنبار هذا يعني أن هذه الميليشيات نجحت في تأسيس نفوذ ليس على داخل الأمني أو السياسي بل حتى القضائي وبالتالي حتى القضاء لا يتجرأ على اتخاذ قرارات ضد هذه الميليشيات يعني هي تأسست حسب الفتوى لمهمة محددة وهي محاربة داعش ولكن الآن يبدو أنها جاءت لتبقى يعني ليس لأن ترحل أو مهمتها مؤقتة بل هي جاءت لتبقى وتحاول أن تؤسس لمرحلة جديدة أن تكرر النموذج الإيراني داخل العراق على الرغم من أن المواطن العراقي لن يقبل بهذا الأمر ولكن هذا هو الحلم الذي يحلمون به داخل العراق هناك حقيقة سؤال يجول في خلدي هل خففت الميليشيات المسلحة في العراق من وقع العقوبات الاقتصادية على إيران هل ساعدتها ربما في تخطي نوع من الأزمة العقوبات في إيران طبعا إيران تستفيد كثيرا من السوق العراقية من الداخل العراقي وأيضا إذا نظرنا إلى مشاريع تنويع مصادر الطاقة التي يحاول الجانب العراقي أن يقوم بتفعيلها لماذا دائما يتم أرقلة هذه المشاريع لماذا دائما يتم أرقلة مشاريع حتى المملكة السعودية عندما تعرض مشروع اقتصادي داخل العراق مشروع زراعي داخل العراق يتم فورا أرقلة هذا المشروع وإصدار بيانات من قبل الميليشيات بأنها لن تسمح للمملكة العربية السعودية أن تقوم بهذا الأمر بالأهل لماذا هذه الأمور يجعل من العراق أن يكون سوقا للبضايع الإيرانية فقط ولا يستطيع أن يكون بناء نفس العلاقات مع الجانب العربي مع الدول الأخرى لمصلحته وبالتالي يتم فرض هذه الممارسات من قبل الميليشيات لتحقيق المصالح الإيرانية وليس لتحقيق المصالح العراقية لأن العراقية تطلب الأمن والاستقرار وفتح الإلاقات مع كل الدول لمصلحته ولكن بسبب هذه السياسات وبسبب أنت تعلم يعني الدول الخليج والدول العربية تبحث عن بيئة من الاستقرار إذا نظرت أن هناك ميليشيات منفلتة من الممكن في أي لحظة تضرب هذه الشركة وذاك الشركة وذاك المستثمر هي لن تدخل في هذه البيئة يعني لا تبحث عن مكان لخسارة استثماراتها هي تبحث أماكن لإستثمار حقيقية وبالتالي في ظل هذه البيئة هي ترفض الدخول ويبقى المجال مفتوحا سيد شاهد من خلال متابعتكم للشأن العراقي كيف ينظر العراقيون لا سيما شباب ثورة تشرين لهذه الميليشيات إنهاؤها ألا يشكل الآن ضرورة ملحة شباب تظاهرات تشرين ومن شاركوا في هذه التظاهرات هم أكثر ضحايا هذه الميليشيات رأينا كيف تم قنصهم كيف تم قتلهم بأبشع الصور كيف تم اختطافهم والتنكيل بهم من قبل هذه الميليشيات المسلحة تحت أنظار القوى الأمنية الرسمية والعسكرية الأمنية بلا شك أحد المطالب الرئيسية لثورة تشرين وأحد المطالب الرئيسية التي ستخرج في ذكرى تشرين أيضا للمتظاهرين هو إنهاء السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة هذا المطلب الرئيسي حتى يكون هناك جهة واحدة تمتلك السلاح وهي تقوم بالحماية المواطن وليس بالاعتداء على المواطن هذا الأمر ضروري لو أردنا أن نشكل دولة ديمقراطية محترمة داخل هذه المنطقة وما دام هذا السلاح موجود للانتخابات المبكرة ولا أي تغييرات في الدستور ولا أي تغييرات في النظام السياسي ممكن أن تغير من واقع الحال شيء تماما أنا أشكرك الباحث في شان العراقي شاهو القرداغي شكرا جزيلا لكم